إلى ملفنا الثاني في هذه الساعة حلقة جديدة من مسلسل التوتر التركي الأمريكي يكتب البلدان قصتها في إطار حالة الاحتقان التي تشهدها العلاقات الثنائية بينهما خلال الشهور الأخيرة فبعد التوتر بين واشنطن وأنقرة بشأن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا وقرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ S400 الروسية إضافة إلى عدد من الدعاوة القانونية ضد مواطنين أتراك وأمريكيين محتجزين في البلدين أشعل مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي يتضمن وقف مبيعات السلاح مؤقتاً لتركيا أشعل الأجواء ودفع أنقرة للتلويح بالرد مشروع قانون اعتبره وزير خارجية تركيا مولود شوو شغله خاطئاً وغير منطقي ولا يليق بالحلفاء داخل النيتو للتعليق على هذا الموضوع والنقاش ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في معهد إسطنبول للفكر بكير أتجان ومن واشنطن ينضم إلينا أيضاً الكاتب والباحث السياسي الدكتور عماد عبد الهادي أهلاً وسهلاً بكم سأبدأ معك دكتور عماد عبد الهادي كان فيه فعلاً تقدم أكثر من نائب ثلاث نواب على ما أذكر تقدموا مشروع قرار في المجلس النواب في الكونغرس الأمريكي لمنع بيع الأسلحة لتركيا تحديداً طائرات F-35 إنما أكون مخطئاً هنا جديدة وحديثة بسبب موضوع صواريخ S-400 التي اشترتها تركيا من روسيا وبسبب مواضيع أخرى احتجاز راهب أمريكي أيضاً هناك برأيك هل ستزيد هذه الضغوط ما فرص هذا المشروع لكي يقر داخل الكونغرس كيف هو الجو داخل الكونغرس تجاه العلاقات مع تركيا واشنطن غير سعيد على الإطلاق بعدة أشياء صادرة عن تركيا من بينها أو في مقدمتها شراء منظومة الصواريخ الروسية والاعتراضات في هذا الصدد اعتراضات عسكرية في المقام الأول وبالإضافة إلى المشروع الذي أشرت إليه في مجلس النواب هناك مشروع آخر في مجلس الشيوخ وهو مشروع أيضاً تبنى اثنان من الجمهوريين وسيناتور ديمقراطية أي أنه يحظى بإجماع الحزبين الرئيسيين أيضاً ينص على وقف بيع الطائرات F-35 ويبين تلك الأسباب التي يمكن أن يتخذ القرار على أساسها وهي أن لابد للبيت الأبيض الرئيس الأمريكي يعني يقر أن تلك المنظومة لا تشكل خطراً على عمليات التبادل العملياتي داخل منظومة نيتو ولا تشكل خطراً على أمن الدول الأعضاء نيتو وأيضاً ألا تكون تركيا تقوم باحتجاز أي من المواطنين الأطراق من أصل الأمريكي أو المواطنين الأمريكيين وهو نفس ما ينص عليه القرار السابق أي أن الكونجريس بمجلسيه يشمر عن ساعديه إذا جاز التعبير للتصدي للسلوكيات التركية والولايات المتحدة وواشنطن غير سعيدة على الإطلاق بهذا ونحن نرى الحراك الأخير نتيجة لانضمام اثنين من سقور واشنطن إلى الإدارة الأمريكية تحديداً وزير الخارجية بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون طيب اسمح لي أذهب لإستنبول ضيفي من هناك سيد بكير أطجان أهلا وسهلا بك تصريح وزير الخارجية التركي مولود شوو شغلو اليوم يقول أنه سيذهب وسيسافر إلى واشنطن هذا الأمر غير مقبول لا نقبل بهذا الأمر برأيك الآن في أول لقاء بين مولود أغلو وبومبيو كان في بروكسل 27 شهر الماضي على هامش اجتماعات حلف شمال أطلسي خرج شوو شغلو وكأنه يعني علاقات جيدة يعني كان فيه كيمياء بين الرجلين وأنه حل مشكلة الصواريخ الروسية يكون بأن تبيعنا أمريكا صواريخ أخرى هل هذا المنطق يعني معقول عندما تحل هذه المشكلة بأن تشتري صواريخ باتريوت من أمريكا لكي تضعها جنبا إلى جنب إلى صواريخ S400 الروسية ما رأيك طبيعي يجب أن نعرف جيدا بأن تركيا طالبت عدة مرات من الولايات المتحدة وأيضا من الدول العضافح الفلاطلسي أنواع متعددة من هذه البطاريات ولكن لم تستطيع الحصول عليها مهما كانت وتركيا تعترض بشدة بأن شبيه في هذه الأسلحة تعطى للدول الأخرى وعلى رأسها للمنظمات الإرهابية والمقصودنا PYD أقصد حزب الاتحاد الدموقراطي الوحدات الشعبية في شمال سوريا التي تستعمل بعض الأنواع الصواريخ الخاصة ضد تركيا أيضا وتهدد من واستقرار تركيا لذلك تركيا تقول لابد عليها بأن إذا الولايات المتحدة لا تعطي أو لا تريد أن تبيع لتركيا هذه الباتريوت أو الأنواع الأخرى حتى الدول الأخرى العضافح الفلاطلسي فلابد أن تؤمنها بطريقتها الخاصة إن كانت من روسيا أو أي دولة أخرى وكما هو معروف يجب أن نعرف جيدا كانت هذه الصواريخ قبل أربع سنوات أو شبيهة فيها كانت هناك اتفاق بين تركيا والصين وعندما اعترضت الولايات المتحدة على هذه الاتفاقية فتركيا قامت فعلا بإلغاء هذه الاتفاقية المعقودة علما كانت اتفاقية معقودة بين الصين وتركيا بناء على طلب الولايات المتحدة واستمرت هذه فترة طويلة أيضا حوالي سنتين عسى الولايات المتحدة تريد أن تبيع التركيا بهذه البطاريات ولكن عندما اضطرت تركيا أو طالبت مرة أخرى من الولايات بعد إلغاء هذه الاتفاقية المعقودة مع الصين فأصبحت الولايات المتحدة أيضا تتهرب كعادتها ولن تقوم بالواجب حتى بيعها بأي شكل من الأشكال فلذلك تركيا حسب ما يقول رئيس الوزير الخارجية يعني تركيا لابد أن تؤمن هذه الأسلحة بشكل مال واضح أن تركيا حليف في النيتو تريد أسلحة والنيتو لا يعطيها ذهبت في البداية إلى موسكو ربما كانت محاولة مساومة مقايضة في البداية لكن الغرب ترك الصفقة تتم بعد أن تمت الصفقة علما أن الصفقة أخذت مفاوضات عامين الآن يبدأ بالقول بأنه سيفرض ألا يكون هنا واشنطن وكأنها أوقعت تركيا في فخ كان ممكن أن يتم التهديد بهذه العقوبات في بداية المفاوضات مع موسكو أولا فيما يتعلق برفض النيتو لتزويد تركيا بأسلحة معينة وكما أشار ضيفك الكريم أن بعض هذه الأسلحة تستخدم أو تزود لوحدات حماية الشعب الكريم أعتقد أن هذا غير صحيح على الإطلاق المشألة الهامة هنا أن تركيا عضو في حلف النيتو وبين الحلفاء أو أي حلف تحالف دولي أو إقليمي له قواعد والشراطات لا بد لكل الأطراف أن تلتزم بها تركيا كعضو في حلف النيتو مشمولة بالحماية كدولة أساسية عضو من جميع دول حلف النيتو أي أنه إذا تعرضت تركيا لأي اعتداء خارجي جميع دول النيتو كفيلة بالدفاع عنها والوقوف إلى صف هذه النقطة النقطة الثانية لنرجع إلى الوراء قليلا لنرى كيف بدأ ذلك التوتر أن تركيا الحليف القوي للولايات المتحدة تتقرب من روسيا وتقوم بينهما علاقات وخطاب إعلامي في منتهى الود والمحبة هذه هي النقطة دكتور عماد التي أريد أن أتوقف عنها هنا النقطة هنا اسمح لي هذا خطاب استفزازي لكن واضح أن الموضوع ليس موضوع سلاح يعني اليونان لديها صواريخ S-300 روسية النيتو لم يقم بأي شيء واضح أنه في مشكلة أخرى بين واشنطن وانقرة يعني موضوع الصواريخ والسلاح يعني هذه الصواريخ باتريوت أو S-400 ليست ذات أهمية استراتيجية عند تركيا ممكن تستعيد عنها لكن لو تدخل في التقارب الروسي التركي الذي هو الأساس بالنسبة لواشنطن هل تشعر واشنطن بأنه فعلا هذا التقارب حقيقي لنقول أنه زواج مصلحة أو زواج كاثوليكي ولكن النقطة الخاصة بالمسألة العسكرية ليست بالبسيطة كما قد يتصور البعض مجرد إدخال وهذا هو وارد في نص القرارين لمجلس النواب ومجلس الشيخ نص مشروع أي القرارين بأن إدخال منظومة للأسلحة لدولة غير صديقة أو دولة أجنبية سميها ما شئ قد تعرض كل المنظومات السلاحي الموجودة في النيتو للخطر هذه مسألة عسكرية لا أستطيع أن أفتي فيها أكثر من ذلك ولكن هذا هو الخطاب الأمريكي الرسمي وهذا هو أيضا موقف البنتاجون وموقف النيتو إذن المسألة ليست بهذه البساطة الخلافات الأخرى بين تركيا وبين الولايات المتحدة قائمة وتزداد للأسف بدءا من الوجود في شمال سوريا والعملية التي قامت بها غص الزيتون دون التنسيق مع الولايات المتحدة وخطاب عداء اتجاه الولايات المتحدة واتهامات بتدبير الانقلاب الفاشل ومطالبات بتسليم فتح الله جل كل هذا لا يشي إطلاقا بأن هناك دولتين حليفتين هذا خطاب عدائي لا يمكن أن يصدر إلا دعنا نقول منظما مثل حزب الله التي تعادل الولايات المتحدة وليس دولة حليفة وكبيرة إقليميا وعضوه في حلف رئيسي تقول الولايات المتحدة هذا يصير قلق كبير داخل أروقة واشنطن وفي الكونغرس على وجه التحديد سيد بكير أطجان اسمح لي أن أسألك نفس السؤال هنا الموضوع يتمحور حول موضوع السلاح والعسكر لكن في موضيع خلافات أهم بين البلدين كان في تفاهمات تيلرسون رئيس الوزير الخارجية السابق جاء أنقرة جلس ثلاث ساعات ونصف منفردا مع الرئيس أردوغان ووزير الخارجية وحتى شغلوا عندما التقى بومبيو كان يتحدث عن تفاهمات أمريكية تركية توصل إليها البلدين هل سقطت هذه التفاهمات الآن طالما أن الموضوع بدأ يتصعد موضوع اللجان لجان التفاهم وغير ذلك أولا يجب أن نصح خطأا كبيرا هنا يعني يحاول ضيفك الكريم أن يعطي بأن فعلا كأن تركيا تعمل ضد الولايات المتحدة يجب أن نعرف جيدا هو العكس والدليل على ذلك عندما أسقطت الطائرة الروسية فكانت تصريحات واضحة من الدول الناتو ومن على رأس الولايات المتحدة بأنها لا تهمها أمن واستقرار التركية أو حتى المادة الرابعة والخامسة غير صالحة لتطبيقها بالنسبة لتركيا حسب الاتفاقيات المعقودة نعم وهذه الدليل قاطع بأن الناتو والولايات المتحدة لها خطط تختلف تماما عما كان متفق عليه أو المعتاد وإن كانت تحت مسمى اتفاقيات استراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا كحالفين أو تحت اتفاقية الحلف الأطلسي التي لها البند الرابع والخامس كما هو معروف لذلك لابد على تركيا كانت أن تلجأ إلى خطة أخرى وهذه الخطة هي تحسين علاقتها مع الدول كلها لأنها ليست من الأمر السهل إذا كانت دولة عادي تركيا إن كانت المحاولة الانقلابية أو قبلها وبعدها وخاصة تقسيم تركيا وأيضا دعمها المطلق للرهاب إن كانت في شمال سوريا للأكراد أو لداعش أو لأي منظمات أخرى داخل تركيا وخارجها وتالتا والتي هي أهم أيضا أصبحت واضحة جدا يعني الخطط التي تحاول الولايات المتحدة تضبيقها في الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا وتركيا وإيران والعراق كلها تهدد أمن واستقرار تركيا عسكريا وسياسيا سيد بكير لذلك تركيا نعم أخذت موقفها عسكريا ولكن أيضا سياسيا كانت طيب اسمح لي هنا لذلك نقطة مهمة تركيا الآن نعم نعم طيب بس اسمح لي أكمل هنا في موضوع أندرو برونسون حتى لا يأخذنا الوقت يقول الرئيس أردوغان أنه إذا كان أمريكا تريد إطلاق صراحه عليها أن تغير سياساتها هل المساومة على سجين يعني يعتبر ضمن هذه السياسات المقبولة لا طبيعي لا ولكن يجب أن نعرف جيدا التلفونات التي استعملت من طرف هذا السجين وأيضا المترجم الخاص الذي كان منذ فترة طويلة هذا ليس بجديد أصبح حوالي 30 سنة موجود في تركيا هذا الشخص ودلائل ومؤشرات كثيرة عندما أصبحت الانفجارات في شمال السورية في سوروج وفي أماكن أخرى يعني كشفت بأن هذه التلفونات وهذه الاتصالة وحتى تواجده هناك كلها أمور تعني بأنها فعلا تجسس يعني ضد التركيا فهذه ليست من الأمر السهل على تركيا أن تقبل ولو كانت هذه يعني يحمل الجنسية الأمريكية بأن يفعل هذا قصد في الفترة الأخيرة ليس فقط هذا وما حصل أيضا التركي الذي كان متين في السفارة أو السفارة هذه نعم قضايا أخرى متشعبة لا نريد في تفاصيل فإذا أخذنا بعين اعتبار هذه كلها مقصودة وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في تركيا وإلى جانب طبيعي إسرار الولايات المتحدة على عدم تسليم جولان وجماعة جولان إلى تركيا ودعمها المطلق لهذه المنظمة الإرهابية التي حاولت ليست محاولة وإنما ضربت البرلمان التركية هذا إذن دليل قاطع على الإرهاب دكتور عماد عبدالهادي برأيك زيارة شوشغلو المرتقبة الآن إلى واشنطن هل يمكنها أن تغير شيئا من العلاقات بين الطرفين ومع وصول بومبيو وجون بولتون هل تتوقع زيادة التوتر هنا رغم أنه كثير من التقارير في تركيا تقول أن الرئيس دونالد ترامب يتمتع بعلاقات خاصة جيدة مع الرئيس أردوغان حتى أثناء أزمة الكيماوي في سوريا أردوغان اتصل فيه واتصل ببوتين يعني الخط مفتوح رغم كل هذا التوتر بين الزعيمين عفوا قبل الإجابة نقطة مهمة الرئيس الجمهورية اليوم قال صرع عفوا ممكن من شأن الجواب يكون أفضل ربما بعشرين ثانية عماد نقطة ممكن نعم اليوم رئيس الجمهورية التركي صرح قال نحن إلى جانب ومفتوحين إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وعلى استعداد لتحسين هذه العلاقات نعم سيد دكتور عماد هذا قاله الرئيس أردوغان ضمن حملة بداية جولته الانتخابية للرئاسية تفضل معك دقيقتين الأقوال لا تطابقها الأفعال على تركيا أولا أن تحل التناقض في تلك المواقف السياسية اتهامات مستمرة للولايات المتحدة بزعزعة الأمن التركي وبتسليح الأكراد وتهديد تركيا وفي نفس الوقت تطالب بتسليمها صفقات سلاح وهي تذهب أيضا إلى الخصب الروسي وتشري منه سلاح تراه الولايات المتحدة ليس خرقا للتعهدات النتو وإنما أيضا نوع من الاستفاف السياسي لا يسعد الولايات المتحدة لنكون صريحين سياسيا لا يمكن الولايات المتحدة أن تقبل هذا التقارب الروسي إذا كان على حساب مصالحها وهي ترى أنه على حساب مصالحها لأن تركيا موقفة حتى الآن على سبيل المثال للحصد من الأزمة السورية غير واضح كانت تستفل في البداية مع الولايات المتحدة ثم الآن تحولت إلى معادة شاملة للأقراض ليس فقط الأقراض في سوريا ولكن في العراق وأيضا في تركيا نفسها عداء تركيا للأقراض عداء عن سوريا في المقام الأول لا يرتبط بمسألة استخدام السلاح أو غيره لكن ما رأيك في العلاقة الخاصة بين أردوغان وترامب ألا يوجد مثل هذه العلاقة هل كان في خلافات بين ترامب وبين قياداته في ما يتعلق بموضوع تركيا هل ترى أن ترامب مع هذه القيادات باختصار بموضوع سوريا تقسم موضوع الخلافة والتوتر مع تركيا كان في خلافات مع تركيا هذا صحيح ولكن يجب أن نأخذ بالأعتبار أن هناك هنا موقفين في موقفين في الولايات المتحدة موقف المؤسسة العسكرية وسبق أن عبرت عنه حين هددت تركيا باستهداف حتى القوات الأمريكية في منبج ورد قائد المنطقة المركزية وقال أن الرد سيكون سائقا هذا أيضا تهديد لا يجب أن يصدر عن دولة حليفة العلاقات بين إردوغان وبين الرئيس ترامب لا غبار عليها لكن مسألة الوجود العسكري في شمال سوريا تحميل الولايات المتحدة وانضمت أيضا إليه فرنسا ونالت فرنسا نصيبا من النجوم التركي أيضا عبر وسائل سنتابع هذا التوتر في خلال زيارة شوو شغلو إلى واشنطن قريبا شكرا جزيلا لضيفي من واشنطن كان معنا الكاتب والباحث السياسي دكتور عماد عبدالهادي والشكر الجزيل لضيفنا من إسطنبول باحث في معهد إسطنبول للفكر بكير أتجال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة